خلونا نروح لازم لنا محمود جميل مرسل التلفزيون المصري وهيكلمنا أكتر عن أبرز فعاليات اليوم في مهرجان العالمين مساء الفل عليك يا محمود وحكيلي بقى النهاردة في إيه عندك في العالمين أنا شايفة يعني ناس كتيرة قوي وراك حكيلي كده وراك بيحصل إيه مساء الفل عليك يا بصنت وعلى كل مشاهدين ومتابعين الحقيقة الفعاليات مستمرة في مدينة العالمين الجديدة ما بتنتهيش الحقيقة ضمن مهرجان العالم عالمين خلينا أقولك أنا فين دلوقتي وإيه اللي بيحصل طبعا إحنا في مدينة الألعاب الرياضية وعلى الممشى السياحة في المنطقة بترفهية والنهاردة طبعا بيتم استكمال فعاليات مهرجان الثقافة التابع لوزارة الثقافة يعني من ساعة تقريبا بدأت الاحتفالات بدأت بالسرك القومي طبعا وبعدين فقرات للطنورة والفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لأسور الثقافة وخلينا أقولك أن الإقبال النهاردة أكتر من مبارح عدد كبير من الأسر وعدد كبير كمان من الأطفال والشباب والزائرين لمدينة العالمين الجديدة موجودين دلوقتي في مدينة الألعاب الرياضية ويمكن عايز أقولك كمان يعني كنت على الممشى السياحي فكانت الناس بتسأل عن الأماكم ده اللي فيها الفعاليات فبمجرد ما قلنا لهم على المدينة الألعاب الرياضية وأن فيه فعاليات موجودة ليه وزارة الثقافة وفيه فرق فنون شعبية موجودة بالإضافة طبعا ليه ملاعب الفعاليات الرياضية على طول عايز أقولك هم سبقونا أصلا ووصلوا للمكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي علشان طبعا يتابعوا الاحتفالات ويكونوا مبسطين ولائناهم موجودين طبعا بيتفعلوا مع الفرق اللي موجودة والحياة فيه أجواء مبهجة وجميلة وسعيدة بنتكلم عن حالة طقس جميلة جدا بنتكلم كمان عن أن الفعاليات موجودة في منطقة على شاطئ مدينة العالمين الجديدة فبالتالي الأجواء سواء حالة الطقس أو أجواء الفعاليات أو أجواء الاحتفالات الحياة كلها أجواء مبهجة وجميلة ومازال التردد على الأماكن المختلفة اللي فيها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة مستمرة وكمان الإقبال من مختلف الجنسيات النهاردة كنا بنلتقي بأحد المواطنين من المملكة العربية السعودية والحقيقة أشاد بالمجهود الجبار اللي معمول في مدينة العالمين الجديدة سواء المجهود المعماري والمشروعات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة وإنه دي تاني زيارة ليه يكون موجود في مدينة العالمين لأنه مبهر بحجم المشروعات القومية والمعمارية اللي موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة وكان بيتكلم طبعا على فعليات مهرجان العالمين ولما سألنا عن الفعليات توجه مباشرة إلى منطقة الألعاب الرياضية علشان يتابع كل الفعليات اللي موجودة ويمكن احنا شايفين طبعا الأطفال والسكيتنج أنا كنت عايزة أسألك يا محمود كل الناس موجودين طبعا هنا بيتابعوا كل الفعليات بالرغم من أنه النهاردة يوم في نص الأسبوع لكن أنا شايفة وراك إقبال كبير قوي من المواطنين يعني يحكي لي أكتر عن أنا سمع صوت إيقاع وطابلة إيه اللي بيحصل ده الله طيب أنا هسيبك طبعا والمشاهدين مع الصورة الجميلة اللي موجودة وخلينا أقول لكم يعني حجم الناس اللي موجودة دلوقتي دي إحدى الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة من شوية طبعا انتهت فرقة الفنون الشعبية ودي إحدى فيه بعض يعني دقات الطبول والرقصات الفنية بتتم دلوقتي في الساحة دي ويمكن أنتوا شايفين حجم الناس اللي موجودة طبعا من الأسر من العائلات من الشباب من الأطفال والحقيقة يمكن أنا شايف بعيني دلوقتي الابتسامة على وجوه الناس اللي موجودة وقد إيه هم مبسوطين بكل الفعاليات اللي موجودة والحقيقة يعني الإقبال النهاردة أكتر من مبارح ولسه كمان شايف على البوابة دلوقتي فيه ناس بتدخل لسه هم مجددا مستحبة طبعا أطفالها فالحقيقة فيه كرنفال حلو قوي ثقافي فني وده المميز فيه مهرجان العالمين الجديدة هو التنوع في الفعاليات المختلفة سوايا بنتكلم فيه الفعاليات الرياضية يعني إحنا دلوقتي فيه فعاليات فنية تابعة لوزارة الثقافة جنب مننا على طول الكيدز إيريا والفعاليات اللي هتكون خاصة به الأطفال يمكن من خلفي كمان فيه ملاعب البادل وملاعب كرة القدم والفوليبول فبالتالي بنتكلم عن فعاليات متكملة موجودة كمان عايز أقولك إن تم التجهيز للمدينة الألعاب الرياضية على أتم الاستعداد بنتكلم عن وجود كافهات موجودة في المنطقة وجود بعض المطاعم وسط طبعا الأبراج والشاطئ الجميل فاحنا بنتكلم على حالة حلوة جدا جدا موجودة في مدينة العالمين الجديدة ويمكن أنا شايف دلوقتي هو فرقة الفنون الشعبية أو فرقة الطنورة بتستعد دلوقتي للدخول تاني وهنكون معاكم بنتابع طبعا دخول الفرقة فرقة الفنون الشعبية إحنا مبارح كان عندنا فرقة الحرية وفرقة الطنورة والنهاردة هيكون عندنا فرقة الأنفوشي فبالتالي كل الفرقة التابعة للهيئة العامة لأسور الثقافة بتكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة علشان كل الناس اللي موجودة تستمتع بكل الفعاليات فعشان كده احنا بنقول إن كل الناس اللي بتيجي مدينة العالمين يقدروا إنهم ييجوا يوميا من الساعة 9 مساء في مدينة الألعاب الرياضية طبعا بخلاف الفعاليات الرياضية اللي بتكون بالنهار طبعا يعني من الساعة 2 الظهر بنبتدي الفعاليات الرياضية ويمكن خلينا أقول لكم كمان مفاجأة أو معلومة إن احنا بعد بكرة يوم 17 هيكون عندنا ماتش بدل بين الكابتن أحمد حسن نجب منتخب مصر وكابتن سيد معاوض والحقيقة كل ما بنقول للناس على المباراة دي بيكونوا متشوقين إن هم ييجوا ويتفرجوا على المباراة بخلاف طبعا المباراة يعني هم أكيد أسطير في كرة القدم لكن عايزين أكيد نشوف أداءهم إزاي هيكون في لعبة البادل يعني اللي احنا شايفين وراك ده جميلة قوي يا محمود واللطيف إنه دي حاجة ببلاش يعني كلنا نقدر نروح من غير ما نشيل هم ونقول بعض الناس بتاع تقول ده أكيد غالي ده أكيد سعره غالي ده حاجات وزارة الثقافة بتعملها ببلاش ده غير أكيد أسعار التذاكر اللي بتبقى بتبتدي بأسعار زهيدة جدا أنا مبسوطة قوي من اللي أنا شايفها وراك ده ومن حالة البهجة المعبرة جدا من الدقات اللي تبول وفرحة أكيد المواطنين اللي بيحضروا هذا الحدث الترفيهي الجميل والبسيط لكن هو بيدخل أكيد بهجة والسرور على كل الحاضرين وأنا يا محمود أنت وجمانا دايما بتغزوني لكن أنا مبسوطة لكم نشكرك زميلنا محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة واللي وراينا دلوقتي أبرز الفعاليات اللي بتحصل النهاردة